السلام عليكم مرحبا بجامع الاخوة ايضا رسميا كتم سحب القرعة دي الكاس افريقية المحليين اللي تكون ان شاء الله في ابريل هناك في الكاميرون والقرعة كتحط المنتخب المغربي في المجموعة اللي كتضم المنتخب الاوغاندي والمنتخب دي الرواندا وكذلك المنتخب دي الطوغولي المشكل مشيهنا كyu مشكل ابعد من هذا اللي هو غدي تخلقيه اما للمنتخب الواطنين المغربي اللي كان عرفوه هو حامل اللقب او انه غدي تخلقي الفروق المغربية اللي كتنافس قارية اللي هي الراجع والويداد بركانه الحسنية اللي ايضا كان عرفوه عندهم لعابة مهم مين دي التركيب البشرية ديالهم كي تواجده في المنتخب الوطني المغربي المحلي اللي غدي يمشي الكاميرون بشي نفس على المنافسة دي الكاس افراقي للمحليين قبل ما نتوغل ونعطيكم التفاصيل الكاملة والأسباب والمشكلة اللي غدت توقع فيه الكورة المغربية كان بغير نطلبكم إخواني اللي ربما هي المرة الأولى اللي كان طلب فيها الإخوة المتابعة عندي القناة هو أنه هذا الموسم هذا أنا مشارك في المسابقة دي الماروك ويب أوردز المسابقة اللي الناس كيعرفوها خاصة كالدعم ناشئي المحتوى في الويب المغربي مشارك هذا الموسم هذا في الصنف اللي عنده علاقة بالمحتوى الرياضي إلا كتشوفوا بأن القناة ديالي والمجهود اللي كان قوم به فهو يستهل يكون هات السنة هذي هو أفضل محتوى رياضي في الويب المغربي كنتمنا أنكم تدعموني ودخلوا للرابط اللي غاد نخلي لكم التحت في صندوق الوصف وإن شاء الله تعطوني الصوت ديالكم إلا كتشوفوا أنه بصح نستهل نكون أفضل ناشئ محتوى في ما هو رياضي هات الموسم هذا وشكرا مسبقة لجميع الإخوة ونبدأوا في الموضوع ديالنا اللي هو دي الكأس أفراقي المحليين اللي كان عرفوا المنتخب الوطع للمغربي البارح الدارة القرعة وحطاته في المجموعة الثالثة وغاد نشوفوا كذلك المشكل اللي غاد يخلق هذا الكان هذا دي الكأس أفراقي المحلي اللي هو الشان عفوا البزاف دي المشاكل اللي غاد تتوقع للفرق المغربية كان عرفوا بأن بزاف دي الدول اللي من شمال أفراقية كين منها اللي من الأول ما عنداش فكرة أنها تشارك فهذا المسابقة هذي اللي منها مصر كذلك المنتخب دي التونس للاتحاد التونسي لكرة القادم اللي حتى الآخر عد رفض أنه يشارك فهذا المسابقة هذي ولو أنه كانت أهل لها والمنتخب الجزائري فهو كان كان عرفوه أنه وقصها المنتخب الوطن المغربي في المباراة ديالو باش تأهلنا مباشرة لكأس أفراقي المحليين المشكلة اللي غادة تكون هو كأس أفراقي المحليين ما لقوش لها وحد تاريخ محدد في الروزنامة دي الاتحاد الأفراقي لكرة القادم باش يحطوه في وحد الوقت اللي ما يكونش مؤتر على البطولات وكذلك الفرق اللي كانت نفس في الدوري دياله وكذلك قاريا حطوها في شهر ربعة لأنه كان الأمر مغلوب عليهم والشهر ربعة فاش حطوها لقا بزاف دي الجدل اللي منه خلف بزاف دي المنتخبات نساحبات وتمتعويضها بمنتخبات أخرى هنا المشكلة وهو شنو غادة يخلق كان عارفوا بأنه نهضة بركان وحسنيات أقادير في كأس كونفيدرالي الأفراقية عندهم بزاف دي اللعبة كيكونوا في المنتخب الوطني المغربي المحلي الراجة والويداد اللي كينافسوا في الأدوار الطلائعية دي الدوري أبطال الأفراقي اللي كيمتلوا أيضا المغرب عندهم بزاف دي اللعبة كيمتلوا كذلك المنتخب الوطني المغربي المحلي إذن في شهر ربعة رسميا غادة توقف الدوري المغربي المدة دي الشهر بمجرد أنه سيبدأ ويبدأ الاستعداد دياله هذا اللعاب الذي يلعبه خاصة في بركان وفي الحسانية وفي الويداد وفي الرجا سيتخلوا على الفاروق ديالهم ويمشيوا ويلعبوا مع المنتخب الوطني المغربي المحلي ويبريباريهم معه كيفما كان يعرفوا الاستعداد للبطولة اللي إن شاء الله قالوا بأنها تكون في الإمارات وربما حتى في الإمارات ربما الأمور مخصص تكون في الإمارات النظارة لأنه الجامعة تكلفت وبنات واحد المنتج عرياضي اللي كبير اللي هو المركب ديال محمد السادس اللي كير في معمورة من الأحسن أنه نستغلوه وفيه عكس ما أننا نمشيوا المنتجات السياحية الكبرى وتكون خسائر مادية اللي كبيرة والفائدة من هذا الشي كامل وهو أنك تعطي تنفسي لللاعب المحلي ما كان شي حاجة عند علاقة بالألقاب بفضل أنه كأس أفراقي المحليين غير معترف به من طرف الفيفا يعني من الأحسن يبريباريه في المغرب لأنه عندنا واحد ديال سنطر ديال معمورة فهو في مواصفة عالمية وأحسن حاجة نبريباريه عندنا بيش ما تكونش وحد خسائر مادية كبيرة للمغرب راه كل شي موجود إذن بالنسبة للمشكلة اللي غدا تبقع فيما هو كوراوي المنتخب اللي يكون كيمارس المباراة ديالو كي نفس في المباراة ديالو في كأس أفراقي المحليين الفورق اللي كتوجد آنذاك غدا تكون كتوجد الدور الحاسم اللي هو النصف النهائي ديالدوري الأبطال وكذلك كأس الكونفيدرال الإفراقية إن شاء الله إلي تأهله فلاعبين ما يكونوش مع المدربين اللي يكونوا آنذاك يوجدوا للفارق بيش أنهم ينافسوا في الدور ديالنصف النهائي اللي يكون صعيب وصعيب بزاف وكنعرف الفورق اللي وضعتنا معهم القرعة في كأس الكونفيدرال الإفراقية وكذلك في دوري أبطال إفراقية إلا دوزوا الفورق المغربية إن شاء الله وغادين يدوزوا وتايقين فيهم يدوزوا الدور دي النصف النهائي راه اللاعبين ما غادينش يكونوا مع الفروق دياله ما يبريباري وش معهم ما يوجدوش والمشكلة العاويصة والكبيرة قاع هو انه غدا تكون واحد الرو كود ديال الشهر ما تكونش المنافسة وهنا الفروق غدا تأثر مشكل كبير عكس مصر وعكس كذلك الفروق ديال تونس اللي يبقوا كيبريباري واللي ما توقفش عندهم البطولة بحكم انهم مشاركينش فالشان هذا وهذا مشكل كبير غاد يعطيهم هم جاهزية واحنا غاد يعطينا ضعف في ظن انه بمجرد تنتهي الدورة ديال الشان فالمنتخب المغريبي غاد يدخل من بعد بسيمانة مباشرة غاد يجد المنافسات ديال النصف النهائي دوري ابطال الافراقية وكذلك الدور المغربي حنا ما نهضرش على الدور المغربي اي فارق ضد الدور المغربي من المغرب كان نصفقوا ليه وكان نباركوا ليه لكن اللي ما نتخلوش عليه ولي ما نسمحوش فيه وهو المسابقات القارية اللي هي الكأس الكنفيدرالية وكذلك دوري ابطال الافراقي لانهم كانوا بغلو الفرق ديالنا المغربي انها هتمتلنا احسن تمثيل وهنا المشكلة اللي غاد يوقع واش غاد ينركزوا على المنتخب المحلي ويمشي الابعد ماذا ونحرموا الفرق من اللاعبين ديالهم لا يكونوا في المنتخب المحلي او انه هنتخلاو على المنتخب الوطني المغربي المحلي ونقدروا نديو فارق اخر ماشي نفس اللعاب اللي كان عارفوا باش اللعابة نخليوهم للفرق ديالهم باش يوجدوا يمثلوا المغرب احسن تمثيل اذا هنا الامور مخلطة ومرونة كنتمنى منكم انكم تعطيوني الرأي ديالكم فضل موضوع هذا شنو الافضلية واش نتخلاو على المنتخب المحلي واللعابة يبقاوا مع الفرق ديالهم ولا نضحيوا بالفرق اللي كتنفس قاريا وكتمثل المغرب قاريا ونتبعوا المنتخب المحلي اللي مع العلم ان المسابقة دي الشان غير معترف بها من طرف الفيفا ونعطيكم واحد معطى مهم وهو ربما هذي اخر نسخة اللي هتكون دي الكأس افريقي المحليين لانه بزاف ديال منتخبات بدور الرغبة ديال انهم ما يبقواش يشاركوه والعضو ديال الكاف اللي هو الموريطاني والديحية قال بانه ربما انها هتكون اخر نسخة في كأس افريقي المحليين بحكم انهم لقوا مشكل ديالبرمجة ومالقوش هذي المسابقة فقينا وقت يحطوها في الروز نامال كوروية دي الاتحاد الافريقي اذا هادشي اللي كان عندي في الموضوع ديال اليوم كانت من الرأي ديالكم في قسم التعاليق ومرة اخرى اخواني كانت من انكم تصوتوا عليا الرابط غاد نخلي لكم في صندوق الوصف الى كنت نساها نكون افضل ناشئ محتوى رياضي لهاد السنة هذي فكنت من انكم تعطيوني الصوت ديالكم وانتبخلوش عليا كان معكم محمد الحشوي من قناة منتخب فانز استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله